اليوم بناء على طلب المتابعين الي راح اقدم لكم كوبة التمن او كوبة الرز راح تكون على شكلين طبعا لونين اي يكون لون الاصفر واللون الابيض ابقوا حبابي متابعة الفيديو حتى تشوفون الفيديو بالخطوات انشرح يكون سهل وسريع عليكم نبدو اياكم حبابي انديها نوائة التمن لاستخدمه موجود ادنا بالليدل نوعية كلش ممتازة يشبه طعم العنبر ودائما كوبة التمن او كوبة الرز نستخدم لها التمن العنبر يكون طعمها هوي اطيب هس راح اغسلها زيان وبعدين انقعها شوية تقريبا ربع ساعة بعد ذلك راح اضيف اياه ملعقة كبيرة من ملح واضيف المي بحيث يغطي تقريبا ثلاثة سانتين فوق الارتفاع المي يكون اتركها تقريبا مدة خمس وعشرين دقيقة على النار هادر الى ان يستوي هس بهاي الاثتاء راح احضر اخذ بصلة كبيرة وحثمها بشكل ناعم وببداية اضيف لها قليلة من الزيت شوية حمسة حمسة خفيفة بعد ذلك اضيف لها اللحم مثروم يكون غاصلته وبقليل جدا من المي اضيف البهارات اخذ لهنا انا كركم ملعقة كوب وملعقة صغيرة من الفلفل الاسود الحار وهنا اضيف لها كمول ملعقة كوب ايضا وكاري ملعقة صغيرة وانا اخذ لها قليل من القرنفل المطحون يطينكها كلش طيبة للحشوة وقليل من الدارسين او القرفة تقريبا ملعقة كوب من الدارسين احمسهم بهذا الشكل واخر شي من اطاف فيها يعني تطفى عندي وبعدين تبرد الحشوة اضيف لها المعدنوس او الكرافوس حسا بعد ما استوى عندي التمن راح استخدم هنا عندي هاي الماكنة حتى اجنبيها اخذ من الوقت تقريبا 25 دقيقة استوى عندي وصار يعني نوعة التمن لازم يكون شوية لينة هنا حسا هنا راح اخذ صبغ اللوزينة الاصفر يعني نستخدمها للزردة اللون الاصفر حتى الون بالعجينة راح يكون عندي شكليا لون ابيض راح اعزل اللونيين اخلي الاصفر يعني طاسة واحد والابيض واحد حتى على مود اسوي شكليا هسا صارت العجينة عندي جاسة راح استخدم الحشوة وحشيها والحشوة لازم تكون عندكم باردة اخذ قليل من الزيت ها زيت ايدي حتى ما تلتصق عندي الكوباية وافتحها بهذا الشكل واحشيها موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة